دلوقتي وصلنا للأضرار على الجهاز العصبي بيحصل تأثيرات سلبية على مراكز التفكير وبيحصل مشاكل في التركيز وبيحصل تأثيرات سلبية على مراكز الانتباك في المخ تلاقوا اللي بياخدوا مشروبات الطاقة دي كتير بالإحصائيات أكثر عرضة لحوادث السير لو يرمشين على رجليهم أو لحوادث السيارات لو هم اللي سايقين وبيحصل تأثيرات سلبية على مراكز الحركة وبيحصل فرط حركة وسلوك عدواني وتوتر دائم وعصبية وقرق مزمن وفقدان الإحساس بالراحة يعني نفس التعليق اللي قلته على الأضرار على القلب والعواية الدموية دي الأضرار على الجهاز العصبي يعني مش عارف الناس اللي يعني ممكن يكونوا ما يعرفوش ولو إن محدش مش عارف يعني كل الناس اللي بتتناول مشروبات الطاقة دي عارفين إن هي مضرة طب بتاخدوها ليه؟ وبتاخدوها بشكل ممتظم وتلاقي ناس تفلسف الخطأ يعني يقولك إيه؟ أنا مشاربش إلا واحدة في اليوم ما هي واحدة دي مصيبة أصلا في اليوم وبتاخدها كل يوم أو فيه ناس يقولك باخدها اتنين مرتين يقولك عشان بس الواحد كده ينشط تنشط إيه؟ ما فيه مليون طريقة طبيعية إنك تنشط به غير إنك تاخد حاجة تضر جسمك وتضر أجهزة جسمك نكمل الأضرار؟ نكمل الأضرار على الجهاز الهضمي بتعمل مشروبات الطاقة حموضة زائدة لإنها بتزيد الإفرازات الحمضية هي مش مهضمة زي ما الناس فكرها هي بتزود الحموضة ثم من الأضرار برضو حدوث مش احتمال حدوث لا حدوث قرح في جدار المعدة والمريء والإثنى عشر مشروبات الطاقة بتعمل قرح في الحاجات دي مشروبات الطاقة كمان بتعمل غثيان وبتعمل قيء متكرر ده مش بس كده بقى ده في ناس من اللي بياخدوا مشروبات الطاقة دي للأسف الشديد يعني ما بيكتفوش بقى بالأضرار اللي احنا عمليين نقولها دي بيخلطوا مشروبات الطاقة مع المشروبات الكحولية يعني دي حاجة الحقيقة في منتقى العجب وكأنها رغبة شديدة إنك تدمر نفسك يعني ما أنا بقول لكم محدش بيعمل كده بغير وعي الناس كلها وعية الناس عارفة أضرار مشروبات الطاقة أو بتعرفهو وبتعرف أضرار الكحوليات يوم وحطهم على بعض يعني حاجة الحقيقة ربنا يعافي الجميع طيب في أضرار تانية ده لسه ده لسه الأضرار لسه كتير مشروبات الطاقة لها أضرار على العظام بتسبب هشاشة العظام بشكل مباك تقولولي الله هشاشة العظام ده اللي بيشربوه صغيرين ما هم بيبقوا صغيرين في العمر وبيبقوا عندهم هشاشة عظام ليه بيحصل هشاشة العظام؟ خدوا بقى المعلومة اللي قلتلكوا عليها في الأول زيادة محتوى فيتامينات به ستة و بهتناشر مش احنا قلنا ان به ستة و بهتناشر دول حاجات مفيدة تمام لكن موجودين في مشروبات الطاقة بكميات كبيرة جدا خلاص؟ وجودهم بكميات كبيرة في الجسم يمنع امتصاص الكالسيوم يا سبحانك يا رب كل حاجة تزيد عن حدها تتقلب ايه؟ تتقلب ضدها في أضرار تانية لمشروبات الطاقة على الجلد والبشرة بتعمل جفاف بتعمل جفاف للجلد والبشرة يعني البنات والسيدات اللي بيشربوها تلاقي جلدهم فيه جفاف يقشف والبشرة بتاعتهم بتبقى فيها مشاكل كتيرة جدا وتشققات بتعمل مشاكل في الأسنان مشروبات الطاقة بتعمل تسوس نظرا لمحتوى السكريات الكبير قوي وبتعمل أضرار أخرى كمان بقى غير في الأسنان وغير الحاجات كلها اللي قلناها مشروبات الطاقة تؤدي إلى ارتفاع معدل الكولوستيرول الضار الكولوستيرول الضار في الجسم تؤدي إلى زيادة الوزن تؤدي إلى زيادة القابلية للإصابة بمرض السكر الناس ما عندهمش سكر يقوموا يشربوا الجماعة بقى اللي أنا بقولك على يوم دول يقولك إيه أصلا بشرب واحدة كل يوم الانتظام ده خطر ده بيؤدي بيحفز الإصابة بمرض السكر بالإضافة إلى أن مشروبات الطاقة بقى فيها مشكلة تانية إنها بتتفاعل تفاعل سيء مع معظم الأدوية يعني لو أي حد بياخد أي أدوية مشروبات الطاقة دي بتلخبط الدنيا خصوصا أدوية ارتفاع ضغط الدم وأدوية علاج الاكتئاب ترجمة نانسي قنقر